السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير هنتكلم في فيديو النهاردة عن الشيخ خالد الجندي ورده على وفاة نوال السعداوي وحكاية تدخل الجنة وتدخل النار وتفاصيل كتير هنقولها في الفيديو بس من فضلكم صلوا معي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وابدأ على طول طبعا الشيخ خالد الجندي طلع وصرح وقال يعني احنا المفروض نترحم عليها ومحدش يقدر يقول اذا كانت هتدخل الجنة ولا هتدخل النار لان ما فيش حد معاه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار انا بس هرد رد بسيط جدا لما كان في البداية الممثلين هما اللي بيهجموها كنت بقول يمكن مش عارفين في دنهم شوية او يمكن مش واخدين فكرة اذا كان اللي هي بتعمله صح او غلط لكن لما يجي لواحد بيتسمى شيخ وبيتقال عليه شيخ وليه بيرنامج موحد الناس كلها تتفرج عليه اول حاجة بس هبدأ بآية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عايزة بس أقول يعني صدك الله العظيم الآية دي بتقول ايه يعني حضرتك دي الآية دي بتقول ايه كلنا محدش بيملك مفتاح الجنة والنار بس الأفعال والأعمال هي اللي بتحدد دخولنا فين انت دلوقتي بتتفق مع واحدة ملحدة اللي هي نوال السعداوي وبتدافع عنها اللي المفروض تتكلم تبتكلم على دنياها قول انها عملت حاجات سيئة في حياتها كفرت بكتاب ربنا طلبت بتغيير بعض آياته قالت انا مش هتغسل ولا هتصلى علي مش هتدفن في مقابر المسلمين اتكلم على الحاجات اللي هي قالتها صريحة اتكلم على تسعين سنة فضلت تحارب الدين تتكلم على انسانة ملحدة وشزة موتها كشف ناس كتير على فكرة يا جماعة كشف مين بيقيدها دلوقتي انا اقدر اعترف ان الشيخ خالد الجندي سامحوني وراضي بهجومكم انا رأي حر وما بخافش حتى لو القناة نفسها تتقفل انا بتكلم بصراحة على الرغم من الهجوم يعني عايز اقول لحضرتك دلوقتي اراءك اسوأ منها لسبب بسيط جدا يا جماعة دلوقتي دي واحدة كنا عارفين اراءها وبتطلع بصراحة وبتتكلم قدام الناس وفي العلن انما ده واحد مختبئ في عباية وعباية وقار وهو الشيخ محترم جليل طالع بيتكلم في الدين دلوقتي بيقيد واحدة ملحدة واحدة بجد كفرت بكتاب ربنا هي فعلا عملت كده يا جماعة مش انا اللي بكفر حده والاعز بالله انا ما بكفرهاش انما دي واحدة طلعت فعلا فعلا قالت على كتاب ربنا كده قالت مفيش حاجة اسمها حج قالت مفيش كعبة وان دي عادة وسانية وان ده حجر اسود احنا بنروح نطوف حواليه طلبت كمان بتقنين بيوت دعارة طلبت ان المثليين لهم حق حصصت جزء كبير جدا من صروتها لدعم المثليين في حربهم ضد الدولة دي واحدة اتكلم على كل الحاجات دي وقول الحرام وبين والحلال وبين هي عملت حاجة سيئة هتدخل النار عملت حاجة كويسة هتدخل الجنة يعني عايزة اعرف حضرتك بتقيدها لما قالت اني مفيش اله حضرتك بتقيدها لما طلبت بالحرية الجنسية للنساء يعني لما قالت اتفنوني في مقابر غير المسلمين حضرتك بتقيدها بلاش نتكلم على اخرتها بس ياريت تنبه الناس ان افكارها اللي كانت بتحاول ترسخها في ازهان الكثير غلط احنا تعلمنا من وحنا صغيرين اهلينا كانوا بيعلمونا حتى لو اهلينا مش واخدين درجات عالية يعني في اهالي مش واخدين درجات عالية من التعليم بس وحنا صغيرين كانوا بقولوا وحنا في المدارس الكفار هيدخلوا النار اتعلمنا ان اللي بيحارب ديننا الحنيف عقابه هيكون نار جهنم اتعلمنا ان ابو لهب هيدخل النار لما ابننا بيعمل حاجة غلط او بيجذب بنقوله هتخش النار لما بحد بيسرق حاجة بنقوله هتخش النار أنا مش جاية قفتي أنا مش شيخ يعني ولا أي حاجة أنا بتكلم على حاجات مرسخة لما الشيخ نفسه يطلع من ساعتين تلاتة يتكلم ويدعم نوال السعداوي في حربها وصاد الناس كلها حتى بعد ما توفت لا ده كده كتير لما كنت بتكلم من شوية عن ناس الغيدي وعن إلهام شهين والناس دي هم عاملين حملة كبيرة جدا يا جماعة واحدة طلبت بعمل تمثال لها واحدة بتوزع صدقة لها وناس قالوا هنكمل مسيرتها تخيلوا كل ده بدل ما الشيخ خالد الجند يطلع ويقول يا جماعة كل اللي بيحصل ده غلط إحنا آه مش هنقول تخش الجنة ولا النار بس الأفكارها اللي كانت بترسخها دي خطأ وما ينفعش نقيدها لكن هو ما عملش كده أبدا أبدا طول حياته يعني يعني أنا مش عارفة أكيد محدش معاه مفتيح الجنة والنار أنا عارفة كده بس الإنسان اللي عاش طول حياته يطعن في العقيدة ويستهزأ بالله سبحانه وتعالى ده يعتبر إيه يعتبر إيه يا شيخ خالد الجندي أنا مش قادرة أقول لحضرتك حاجة أكتر من كده على الرغم أن فيه حاجات كتير جدا لو حضرتك يعني شفت المسرحية أو هو كان كتاب اللي فاته قالت يعني مش قادرة حتى أقول لما صورت ربنا قاعد جنبه بحيرة من الخمر وحواليه مجموعة من النساء وهو في عمر الستين وبيحكم وحاولت يعني تترجمها لكذا لغة وطلبت إنها كمان تبقى موجودة داخل مصر ولكنها منعت الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة منتهى منتهى الإلحاد بالعلن علنيا ترجمت لأربعين نسخة ليه ما تكلمتش عن ده وقلت ده كتاب في حاجات معينة خطأ ليه حضرتك ما قلتش كده ليه حضرتك قلت نرفض تطاولها على مقدساتنا يعني على دينا يعني طب هي تطاولت فعلا عن الدين والحج والقرآن معنى كده إيه معنى كده إنها إنسانة قفرت بكتاب ربنا معنى كده إنها إنسانة ماتت بدون غسل وبدون صلاة وكمان في حرب جديدة جدا على إمام المسجد اللي رفض الصلاة عليها اللي أنا بقوله ربنا يبارك لك ويجازيك كل خير بدل ما تتكلم عن هذا الشيخ الجليل وتطالب بتكريمه بتتكلم عن اللي ماتت أو توفت أو هلكت بكل الحاجات اللي أنا قلتها لحضراتكم يعني أنا لو قلت لحضراتكم رجعوا الفيديوهات اللي أنا تكلمت فيها عن نوال السعداء ولإني ما عندش عايزة تكلم بصراحة في الموضوع ده وبعتذر لو أنا طولت في الموضوع أو حضراتكم مليته من الموضوع بس سامحوني كل ما كون بعمل آخر فيديو بيطلع حد يحسسنا إن إحنا يعني خلاص ملناش أي فكر ولا لينا دين نحارب عشانه سامحوني وأسفة جدا لو طولت في المواضيع بتاعة نوال السعداوي ولكن هو كان حتى يعمل بالآية الكريمة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ربنا اللي قال كده إن اللي بيكفر واللي بيكذب آياتنا زي ما هي طلبت بتغيير بعض آيات القرآن ده هيدخل النار مش أنا اللي قلت ده كتاب ربنا ياريت تراجعوا يا حضرة الشيخ المحترم خالد الجندي أشكر متابعين الكرام جدا وياريت توصلوا الفيديو الأكبر عدد شكرا من الناس شكرا جدا سلام عليكم